السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري والمتوقعة بقوة لمواجهة السنغال في المباراة الودية لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن يواصل المنتخب الوطني الجزائري تحضيراته وهذا لمواجهة السنغال والتي ستكون يوم التلتاء على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الجزائري بالعاصمة دكار والآن بدون إطالة لنعرض عليكم تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري المتوقعة بقوة لمواجهة السنغال القوية في حراسة المرمى مصطفى زغبة في الدفاع على الجهة اليمنى يوسف عطال على الجهة اليسرى ريان آيت نوري في خط وسط الدفاع نجد كل من عيسى ماندي بالإضافة إلى رامي بن سبعيني أما في وسط الميدان عبدالقهار قادري بالإضافة إلى سفيان فيقولي وراميز زروقي أما فيما يخص خط الهجوم على الجهة اليمنى رياض محرز على الجهة اليسرى سعيد بن رحمة أما كرأس حربة بغداد بون الجاح وأنتم مشاهدين الكرام شاركون بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص التشكيلة المتوقعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد